مساء الرضا كيف حالكم يا رب كلكم طيبين طبعا انا عارفة انكم تحبوا هذه الفلوكات والترتيب واشياء المطبخ اللي معايا ومش عارفة ايش فاليوم قلت ايش ارويكم ايش معايا ودامي اني كده وكده برتب بشوفوا اليوم الفيديو مغتطف من يوم الخميس ويوم القمعة الشوكم تشوفوا لانه في حاجات كتير حلوة وحاجات كتير قريبة لقلبي وحاجة يعني متعلقة بالشعار حقي حق القناة ليش انا عملت هذا الشعار اليوم بتشوفوا وبتعرفوا ليش انا اخترت الشعار او امي الله يرحمه اللي اختار اللي الشعار عشان ايش طبعا عندي هنا انا عندي صوفة او ازاي ما يسموني في مصر الركنة عارفين الركنة او الصوفة اللي تقيل شكل ال المهم شكلة شكل ال هي فيها جهات تفتح زي سرير وجهة فيها تخزين التخزين هذا كنت ارمي فيه كل اشياء المطبخ يعني من يوم اقيت مصر واني اي حاجة معي حق المطبخ مش محتاجها يعني عشان متكركبليش البيت وكده ارمي فيه بي هالي التخزين واشياء الحمام ونتم بكرامة واشياء كتيرة احط كل كل في بي واليوم قلت برتبة واني ارتبة اشوف عندي اشياء جديدة طبعا مستخدمتاش ابدا حتى ما فتحتاش اللي هي طبعا كل اشياء عن يعني اغراض مطبخية يعني عرفتم مش اشياء شخصية او لا كل اغراض المطبخ اغراض البيت اكتر اشياء اغلبة اشياء المطبخ شوفوا عندي هذا كتير حلو اخدته من اللولو فيه اربع قطع قطع اللي هو مريون مطبخ وقطع اللي هو فوطة مطبخ وقطعه كمان حقل يعني مسكات الفرن او الحار عرفتم المسكات حقل حقل فرن يعني كتير حلو جدا نقي اربع قطع اخدته من اللولو بس منش عارف ايدا هو من زمان اني اخدته منش عارف ايدا متوفر وهدي فوط مطبخ شوفوا بس الكياتة والقمال يعني روعة روعة شوفوا كيف حلو خيلوا انه فيبو اربع فوط فوطين زي بعض اللي هي السادة وفوطة لدي شكل القلب والفوطة الثانية مخططة اظن اني كنت اشتريته بسعر رخيص يعني كان عليه عرض يعني سعره على شوفوا الماتيريال حقل كوالتي يعني والقماش وسعره كان يعني والله ممكن ما يعديش العشرين ريال سعودي يمكن خمسة عشر ريال كان زي كده روعة شوفوا ما شاء الله اربع قطع فوط مطبخ تعرفوا الفوط نحن نستفيد منه يعني للضيافة فوق التبسي تعملوها فطور الصباح على يعني في المطبخ تغطو فيها المعقنات طلع عنقارتك نازلة عنقارتك رايحة عند اهلك تغطي فيها لأكل الفوط ليه استخدامات كثير حق المطبخ يعني ليه كثير استخدامات مش بس يعني نحن نعمل ديكور لا انكم لو ما احيانت يعني تغطوا فيها لأكل تعملوها قطعكم تحت التباسي أو المعاشر زي نحن ما نقول يعني ليه اشياء كثيرة واني اظن اني كنت اخذتها عشان مرايين المطبخ يعني انتم بتشوفوا اني ايش عندي الآن بتشوفوا اني ايش عملت اساسا بس والله هدي اللونين عندي اخذت زي الجينس شوفوا هذا شكله لونه زي الجينس واحد كده شكل المخطط والتاني نفس كده مش مقلم يسمونهم زكزق ايش نقول له زكزاق نحن نسميه هذا روعة واثنين سادة زي بعض يعني اربع قطع تخيلوا كانت كده بخمسة عشر نعم خمسة عشر قنيه خمسة عشر ريال او يمكن يعني حتى ممكن مش عشرين ريال سعودي يعني لا شوفوا هنا ايش عندي طبعا هنا ولعتكم اضعوا عشان تشوفوا كيف هدي كل مرايين المطبخ عارفين ليش وميختار لي شكل المريول انه يكون في قناتي كشعار لاني احب مرايين المطبخ هدي تجميع مش من بيت اهلي واني ببيت اهلي واني اجمع كنت بالمرايين حق المطبخ احب لما اطبخ لما انظف البيت البسك قالوكم ايه سندريلا سندريلا اليمن او سندريلا معني سندريلا بيتنا بس بله الحمد الله وشوفوا هنا طلبت من امازون هدي اذكار الصباح كنت افكره اذكار الصباح ما اذكار المساء بس الطلعت بس اذكار الصباح هذا مغناطيس اللقاء اليست بالاذكار هي اذكار الصباح وبالمساء هي أذكار الصباح والمساء زي بعض يعني اختلاف حاجات بسيطة وبس على طول اتذكركم انكم تسبحوا وتكبروا صراحة وصلوا على النبي على طول على طول على أفضل الصلاة والسلام وهنا قلت ألسقي معاكم في التلاقة عشان شوفوا كيف يعني قودتي صراحة حلوة ودائما شوفوا رايحة جاية واني أقول للأذكار وأسبح وأكبر وصلي على النبي على طول لأنه خصوة انه التلاقة كل شوية نحن نفتحه عرفتم تنفتح كتير والمطبخ يعني نحن قلسين في بل انه صالة مع مطبخ فلدائما شوفوا كل ما نفتح التلاقة والله نصلي على النبي ونقول للأذكار حتى أخي عقبوا كتير وزوغي قال صراحة حاجة كتير حلوة وهنا شوفوا كان يوم القمعة كان عندي عزومة طبعا مش لي العزومة كان زوغي عزم أصحابه وعملنا لهم زربيان شوفوا كيف كمية البصل بس كمية كبيرة بصل الزربيان اشتي بصل وبصل لونه بني هنا كمان عملت لهم يعني معمول هو مش معمول هو كعكة تمر كده كعكة تمر كده عليها مرشور سكر لذيذ جدا من القلب لذيذ فإن شاء الله يوم بعمله معاكم قولوا لي هل تشتوني أعمله معاكم أو لا هذه طريقة أختي الله يرحمه أدعو لأختي أن ربي يغفل الله ويرحمه وينور قبرة يا رب شوفوا البصل الزربيان كيف وصل ها دايما نقول لكم لون بصل الزربيان زي لون الباب عندي وأهم حاجة في الزربيان إنه البصل يكون لونه بني مش محروق بس بني غامق مايل للون الأسود بس مش محروق يكون نفس هذا اللون خاصة أنا حطت البهارات قلبتين وبطفي عليه شوفوا نفس لون الباب أرويكم طبعا هدا كان من الليل قهست أني خلطت الزربيان وخلطته وهنا الصباح بديت أقهز الأشياء مثلا أقهز صحون الأكل أقهز يعني أشياء التقديم المكسرات الحلاء أنا صراحة ما مداني ما قدرتش أسويه ما كانش في وقت أني أعمل حلاء في الليل فأني عملتهم مع أنيش الصباح عملت الحلاء وهنا طلعت لكم عارفين إيش هذا هذا الصمار أو إيش يسمونه شاهي البخار بس هذا مش بالكهرباء بتشوفوا كيف أنا الآن أخرجه لكم طبعا هذا على الفحم حطوا عليه فحم وتشربوا أحلى شاهي على الفحم لذيذ جدا الشاهي فيه بس يعني يشتي الفحم إنه يكون حرارته تمام وحامي يعني وتقلسوا وتلصوا هذا اللي فيه بس إنه صراحة حلو وقلسوا الشاهي حامي يعني بس إنه يكون الفحم لازم تركبوله شوفوا كيف أنا الآن بدأت أفكه هذا يجي معا كتلي ويجي معا المدخنة حق الفحم أنا طلبتهم من موقع تركي بس إلي رايحين تركيا مسافرين موجود في تركيا وأكيد رخيص وحلو لا يصدي ولا شي إيش يخلي الشاهي طعمه لذيذ طبعا هنا قلست أركبه معاكم لأني بفتحه لهم قطبع بلهم يا فحم وببدأ يعني أجهزه هنا ركبت أول حاجة المدخنة هذه المدخنة اللي يعني تخلي الفحم يخرج الهوى حقه من لفوق طبعا ويجي معا قطيكم كتلي ينحط هنا فوق الماء هنا ينسكب شوفوا من هذه نفس الفتحة اللي حطت في بالكتلي ينسكب ماء وهذا الدرج ينحط في الفحم إذا أنتم شايفين هنا صورت لكم من القريب هنا ينحط الفحم شوفوا كيف زي الدولاب ينحط فحم تلصوا فحم أو ممكن حطب تعملوا كده حطب يجي صغير بس هذا طبعا هو يجي حجام أنا حقي أصغر حاجة الحجم الصغير أظن أو الوسط أنا مش فاكرة حقي أظن الوسط في أصغر من كده أنا حقي الوسط وفي أكبر في كبير هنا ينحط الماء وكمان نحط الكتلي فوقها نفس الشاهي لحضراني الصمار نفس الشي بس إنه مختلف إنه هذا بالفحم وفي بالكهرباء والله أحلى شاهي أشرب فيه طبعا لما أكيد أضبطه وأني وعمله كده إن شاء الله بالشتاء أكيد بخرجه بالشتاء عشان نشرب فيه وهنا شوفوا رجعنا للزربيان خلاص الآن أني شوفوا هذه الخلطة جهستة من الليل خلاص قريب ما بطبخها طلعتها بقدر الضغط وخلتها كده سخان أول حموني بقدر الضغط بعدين أبدأوا ضغطوني أني أخذت مني 30 دقيقة على حسب نوع اللحم يعني أني استخدمت لحمة عقل بس كانت لديدة ما شوفوا كيف طبعا أني ما صورتش لكم لأني نزلت لكم الزربيان بثلاث طرق اللي هي باللحم العقل واللحم العادي الغنمي والدقاق ما شاء الله وإن شاء الله بنزل لكم طرق تانية للزربيان بصورها لكم بنزلها لكم هذا كان الغدال يوم كان يوم القمعة غدا العزومة وشوفوا الصفراء رصورتكم الصفراء كمان شوفوها قلولي إيش رأيكم بالعافية ليو لكم إذا عقبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الإشعارات ولايك وكومنس حلو منكم ونأني بخليكم مع الصور تشوفوها صور الصفراء للأكل ترجمة نانسي قنقر